عايزين نتابع مع حضراتكم هذا الفيديو لرجال الشرطة المصرية وهم يقومون بتحرير طفل تم اختطافه في أسيوت نحن كنا في أسيوت دلوقتي هنبقى في أسيوت طفل تم اختطافه من قبل عصابة إجرامية وطلبوا من أهله أنهم يدفعوا فدية طفل عمره ست سنوات أعتقد ست سنوات طبعا وطلبوا مبلغ كبير علشان يرجعوا لأهله لكن الشرطة المصرية والأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية تحديدا الحادثة حصلت في مركز شرطة أو في مدينة ساحل سليم في أسيوت وتم تشكيل طبعا فريق لتحرير الطفل وبالفعل تم تحريره ورجع لأهله سليم ومعافى تحية إلى أجهزة وزارة الداخلية اللي قامت بهذا العمل النبيل والواجب اللي بتفرضوا عليها مسؤوليتهم